اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة اليوم من آخر طبعة تشهد الساحة التونسية توترات حالية انعكست على التكتلات الحاكمة المتمثلة في حركة النهضة وحزب نداء تونس صاحب الكتلة الكبرى في البرلمان والحكومة التونسية التوترات خرجت إلى العلن بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الأيام الماضية وقبل الانتخابات البلدية المرتقبة بعد نحو مئة يوم يقول مراقبون ان الفترة المقبلة قد تشهد فك التحالف بين الجانبين فيما ذهب آخرون إلى القول انه لم يكن قائما من الأساس في حلقة اليوم سنسأل عن حقيقة هذا التحالف وعن تعاطي حركة النهضة مع ملفات وقضايا تونس والمنطقة مع ضيفنا من العاصمة التونسية السيد محمد فوراتي عضوي مجلس شورى حركة النهضة التونسية أهلا بك سيد فوراتي أهلا وسهلا إذن هل أرضية التحالف بين حركة النهضة ونداء تونس كانت صلبة ومتينة أم أنها هشة وقد نشهد في الأيام المقبلة بداية تصدعها أولا لابد من الرجوع إلى البداية لفهم هذه العلاقة التي كانت تنافسية بالأساس أيام تأسيس نيدا تونس والانتخابات في 2014 ثم بعد سعود نيدا تونس بالمرتبة الأولى وانتخاب الرئيس الباجي قايد السبسي رئيسا للجمهورية التونسية وحصول حركة النهضة على المرتبة الثانية كان هناك أكثر من خيار ولكن لم يكن نيدا تونس الحاصر على المرتبة الأولى لديه العدد الكافي من النواب أو من الثقة الشعبية لتأسيس حكومة بمفرده فكان لابد في وضع انتقالي هش كما تعلمون لابد من تحالف واسع يسند الحكومة الأولى ثم الحكومات المتعاقبة بعد ذلك حتى تؤدي مهمتها على أكمل وجه التوافق هنا كان خيار استراتيجي في جزئه الأول وهو خرار اضطراري لمصلحة البلاد في جزئه الثاني باعتبار أن هناك وعي متقدم لدى الحزبين وهذا في الحقيقة يحسب لهما وللقيادة في الحزبين بأن البلاد تمر بمرحلة فيها الكثير من الهزات فيها الكثير من الصعوبات مرحلة انتقال سياسي جديد بعد ثورة أطاحت بالاستبداد ومرحلة أيضا انتقال اقتصادي وهزات اجتماعية يمكن أن تؤثر على هذا الانتقال الديمقراطي كان لابد من وجود توافق على الأقل في حده الأدنى ليس هو انسهار وليس تحالف بالمعنى المتعارف عليه ولكنه اتفاق على الاشتغال والشراكة بين الأحزاب الوطنية الموجودة في البرلمان أساسا حتى تنقذ البلاد من وضع هشوة تنتقل به إلى وضع صلبة يونك التونس اتفاق الضرورة مكان نعم هو اتفاق الضرورة ولكن ليس فقط بين ندى تونس وحركة النهضة جاءت بعد ذلك تطورات أخرى مثلا نذكر الحوار الوطني ومشاركة أكبر المنظمات الموجودة في تونس وهي منظمة العمال ومنظمة الأعراف في الحوار التونسي وتعرفون ما حدث في ذلك الحوار والانتهاء إلى نتائج جيدة ثم الحصول على جايزة نوبل للسلام إلى غير ذلك من التطورات ثم الآن وصلنا إلى حكومة وحدة وطنية بما هو أوسع من حركة النهضة وندى تونس وأصبح هناك عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان وحتى غير الممثلة في البرلمان تشارك في الحكومة كما أصبحت هناك مساندة كبيرة من منظمة الأعراف ومنظمة العمال العلاقة بين ندى تونس وحركة النهضة كان فيها نوع من الخصوصية لسببين على الأقل حسب رأيي السبب الأول هو الاتفاق التاريخي بين الرئيس الباجي قايد السبسي والشيخ راشد غانوشي رئيس حركة النهضة منذ لقاء باريس حتى الآن ليس هناك تغيير في هذا الاتفاق وهذا التفاهم ثم وعي لدى القيادتين في الحزبين بضرورة التفاهم والتشارك والحوار باعتبار أن الحوار كان منهجا تونسيا خالصا وأن التوافق أنقض تونس من تطورات كان يمكن أن تحصل وسقطت فيها العديد من الأقطار العربية قيل الكثير أنه كما ذكرت أن هذا التوافق هو توافق أكثر بين الغنوشي والسبسي أكثر مما هو رؤى مشتركة بين هاتين الحركتين في الحقيقة هذا ما سمعناه من الكثير من القيادات في الحزبين ووقع حتى تناوله في مؤسسات رسمية باعتبار أن البعض طالب بمأسسة هذا التوافق بين الحزبين بمعنى أن يقع نوع من المجالس أو نوع من الحوارات بين القيادات في الصف الأول والصف الثاني وعلى المستوى الجهوي هذا لم يقع بشكل مؤسسي ولكن وقع حتى في الجهات الداخلية عند الأزمات مثلا أو حول العديد من القضايا ربما التطورات السريعة في تونس والتنافس الانتخابي والتنافس الحزبي لم تجعل الحزبين بالهياكل والمؤسسات تتقارب وتتحاور حول العديد من القضايا وبقي الاتفاق أو التوافق بالأساس هو في هرم السلطة يعني في هرم السلطة بين الحزبين وأساسا بين الشيخ راشد والرئيس الباجي قايد السبسي ولكن لحظنا أيضا أنه خلال التنسيقيات التي وقعت في المدة الماضية سواء كانت في البرلمان أو بين النهضة والنداء والوطني الحر وقبل ذلك أفاق قبل أن يعلن خروجه كانت تجربة صغيرة ولكن كانت مفيدة حيث وقع نقاش الكثير من القضايا المهمة الاقتصادية والاجتماعية وتوصل الأحزاب المجتمعون في تلك التنسيقيات إلى حلول وأرى مشتركة وتوافق حتى في البرلمان حول هيئة الانتخابات حول قانون المصالحة حول عدد من القضايا لم تكن لتمر في البرلمان لو لا هذا الحوار وهذا التوافق سيد فراتي من الجيد أنك يعرجت على مسألة الانتخابات وهذا التزامن بين ما يجري الآن والانتخابات المرتقبة ولكن قبل أن نضيء على هذه النقطة معي عبر الهاتف السيد حسن العمري عضو مجلس نواب الشعب عن نداء تونس أهلا بك سيد حسن أهلا وسهلا حسن العمري نعم سيد حسن كنا نتحدث عن هذه العلاقة التي تربط حركة النهضة بحزب نداء تونس قال سيد فراتي أنها ربما كان إلى حد ما توافق المصالح وتوافق السعي للاستقرار في البلاد هل ترى أن هذه العلاقة هذا التحالف هذا التوافق بين هاتين الحركتين كان توافق متين وسيستمر أم أنه الآن في طريقه نحو الانهيار؟ هو في البداية دعنا ننطلق منذ احتيار النظام السياسي والنظام الانتخابي الذي أفرز لتائج انتخابات سنة 2014 ومصلحة البلاد التونسية في أن الأحزاب التي فازت في الانتخابات أنها تدخل في توافق من أجل يعني العمل على إزاحة كل العرقيل العمل على يعني نجاح العمل البرلماني ونجاح السلطة التنفيذية هذا هو المنطلق وتغليب المسلحة الوطنية وتغليب مصلحة تونس على كل الحسابات السياسية كان هو هذا الهدف وهذا هو الأساسي من التوافق الذي حصل بين الحزبين الأولين في الانتخابات لسنة 2014 حزب نيديا تونس وحركة النهر وهذا ما نلاحظه من خلال يعني سلاسة تمرير القوانين من خلال يعني العمل البرلماني وهذا هو الأساسي الذي يمكن بعض الأطراض يتنسون أو ينسون أن اليوم النظام السياسي في تونس هو نظام شبه برلماني ومن هذا المنطلق كان هذا العمل لكن لكل حزب معناها برنامج ولكل حزب هناك اختلافات هناك محطات سياسية التي من شأنها أنه كل حزب ينتهج المنهاج ويأخذ المسار الذي يناسبه فالاختيارات هذه السياسية أرادت بعض الأطراف أنها توظفها في علاقة حتى بالتحالف الحكومي وهذا غير صحيح وغير مجدي فاليوم تونس مستحق أن كل الأطراف تغلب المسلحة الوطنية على المصالح الحزبية والسياسية ومن هذا المنطلق كان إيمان كحركة نداء تونس بهذا الفكر وهذا التمشي الذي رأيناه في أن هذا الكفيل بإخراج تونس من الوضع الصعب الذي تعيشه يعني لا يمكن إلا الوقوف على مسألة التزامن بين ما يجري الآن بين النداء تونس والنهضة والانتخابات المرتقبة هل ما يجري فيه قليل من شد العصب لتوجه نحو الناخب التونسي وشحذ الهمم؟ لا هو كل حزب سيدفع على حظوظه يعني كل حزب لديه برنامج لديه فكر سياسي لديه تواجهات سياسية كل حزب سيدفع على برامجه هذا أكيد معناه من منطلق هذا هذا أكيد يجب الفصل ما بين اليوم التوافق العمل البرلماني والتوافق على إنجاح حكومة الوحيد الوطنية والفرق والتفريق ما بين المحطات السياسية التي فيها كل حزب له برنامج كل حزب له معناها سياسته وله معناها تمشي واختياراته يجب الفصل ما بينها هذا هو المطلوب بالنسبة لنحن حركة نيديا تونس اختارت لها برنامجها لها أهدافها فكرها السياسي وحركة النهضة لها اختياراتها التي تختلف على حركة نيديا تونس تماما طيب دعني أسأل السيد فراتي أين الاختلاف الأكبر بين النداء تونس وحركة النهضة باعتبارك تتحدث عنه هناك اختلاف في البرامج بين الاثنين نعم هو في الجانب السياسي حركة النهضة هي أميل إلى النظام شبه البرلماني نداء تونس ربما يميل أكثر إلى النظام الرئاسي ولذلك نجد أن الرئيس الباجي قايد سبسي يطالب بتعديل الدستور في هذا الاتجاه هناك اختلاف أيضا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي حركة النهضة تعتبر نفسها في جانب ربما العدالة الاجتماعية أكثر والميل أكثر إلى تطبيق الدستور في بنوده الكبرى خاصة في تنمية الجهات والتمييز ما سميناه بالتمييز الإيجابي للجهات والتركيز على الخدمات التي تنقذ الفئات الضعيفة أكثر من ربما المؤسسات العمومية إلى غير ذلك ولكن أيضا في الجانب القيمي والجانب الثقافي والجانب الهووي حركة النهضة هي أكثر محافظة وأكثر التساق بالهوية العربية الإسلامية في حين ندى تونس هو خليط من التوجهات السياسية فيه حتى اليساري فيه الليبرالي وربما هذا واضح جدا في الاختلاف بين الحزبين ولكن في الانتخابات البلدية التي نحن مقبلون عليها بعد بضعة أشهر ستكون المنافسة أكثر حول الخدمات لأن الانتخابات البلدية هي انتخابات قرب انتخابات برامج محلية وأعتقد أن فقط ندى تونس وحركة النهضة هم من تقدموا بمرشحين في كل الدوائر 350 بلدية وبالتالي المنافسة ستكون منحصرة في كل هذه الدوائر بين الحزبين الأول والثاني وحتى عملية صبر الأراء تقريب المختلفة تؤكد أن المنافسة ستكون بشكل رئيسي بين الندى وحركة النهضة وربما حتى الانتخابات البلدية تؤكد هذا الترتيب بأنه ندى تونس في المرتبة الأولى النهضة في المرتبة الثانية لا نعرف هل سيكون الفارق كبير أم صغير ولكن هذا ما ستكشفه الانتخابات يعني أنتم سلمتم أنكم في المرتبة الثانية؟ هذا على الأقل ما تقوله صبر الأراء المختلفة سواء كانت في شركات تونسية أو حتى شركات عالمية مثل صبر الأراء المعهد الجمهوري يؤكد هذه الحقيقة والنهضة طبعا ستعمل على أن تكون في المرتبة الأولى هذا بدون شك في البلديات ولكن حتى لو حصلنا على المرتبة الثانية أو حتى الثالثة هذا ليس مهم المهم أن المسار الديمقراطي يبقى في نفس الطريق أن البلاد تحافظ على سلمية هذا الطريق السياسي أن تطبيق الدستور نحفظ عليه جميعا باعتبارك تحدثت عن سبر الأراء أمامي الآن نتائج لبعض الاستطلاعات في الواقع هذه الاستطلاعات التي أنجزتها مراكز تونسية وغربية تؤكد أن نسبة تشاؤم التونسيين من أداء النخبة السياسية وصل إلى 89% فيما وصلت نسبة التونسيين الذين يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالاستحقاق الانتخابي القادم وهو الاستحقاق الانتخابات البلدية أو المحلية وصلت نسبتهم إلى 78% هذه نسبة مرتفعة جدا تؤشر إلى أحباط التونسي من هذه الانتخابات وربما هذا يفسر سبب البرود والبهوت إذا استطعنا القول في التعاطي مع هذه الانتخابات والحماس لها هذه أرقام قديمة وهي صحيحة على ما طلعت ولكن منذ مدة حتى للشهر الماضي هذه النتائج تغيرت بشكل جيد كلما اقتربنا من الانتخابات كلما نسبة العزوف تقريبا قلت هناك عدد رسمي الآن مسجلين حسب الهيئة العليا المستقلة الانتخابات تجاوز الخمسة مليون تونسي سيشاركون في هذه الانتخابات البلدية وهو رقم جيد إذا حفظنا عليه يمكن أن تكون انتخابات في مستوى المقيس العالمية وبإشراف هيئة مستقلة وهو أمر مختلف ربما عن التجارب السابقة سواء كان في تونس أو في العالم العربي صحيح أن هناك مشاكل على مستوى الشارع التونسي وخاصة الشباب الذين ينتظر منذ سبع سنوات الكثير من الأهداف التي لم تتحقق خاصة في جانب الاقتصادي وجانب الاجتماعي وجانب التشغيل ولكن هناك قناعة واسعة لدى الخمس مليون على قل المسجلين في الانتخابات البلدية الآن بأنه ليس هناك مصار آخر يمكن أن نسلكه سواء التنافس الانتخابي والتنافس على خدمة التونسيين بالبرامج وبكسب أصواتهم وهو حل يمكن أن يؤدي بناء إلى دولة ديمقراطية ودولة مزدهرة ولكن نحتاج إلى قليل من الوقت والكثير من الاستقرار يعني بالعودة إليك سيد عماري كان يتحدث الآن سيد فراتي على أن حركة النهضة هي الآن مستعدة لهذه الانتخابات وقال أيضا أنتم في نداء تونس تقومون بهذه التحضيرات للانتخابات المقبلة أريد أن أعرف يعني عندما يكون هناك غياب للأحزاب والتيارات والتحالفات الأخرى وهذا يقوي فرصكم أنتم في نداء تونس كيف تنظرون إلى مسألة التنافس تحديدا في هذه الانتخابات؟ نحن رغم كل نتائج التي استعرضها منذ قليل الصديق عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة ورغم كل ما قيله ويقال في استطاعات الرأي إلا أن حركة نداء تونس تؤمن بالعمل الميداني تؤمن بالقرب من المواطنين والتقريب يعني والانتخابات البلدية هي تختلف نوعا ما وتختلف على انتخابات تشريعية والانتخابات الرئاسية لأنه لها خصوصيات خدماتية برامج محلية قربها من المواطنين إشعاع المترشحين وهذا هو العمل الكبير الذي تقوم به الآن حركة تونس مثلان استعدادها في كل دوايا الانتخابية في كل اجتماعات تكاد تكون يومية تكاد تكون بين ثق سريع ولا ثق مرتفع نحن مدركون أنه هناك نوعا ما وهذا موجود حتى بإصلاعات الرأي عزوف من المواطنين لأنه هناك بعض من الملل الذي ينتاب المواطن التونسي من خلال الحديث معناها بإطناع بع العمل السياسي وهذا ساهمت فيه عديد الأشياء ساهمت فيه يعني مؤسسة علامية ساهمت فيه بعض الأطراف التي لا تريد يعني الاستقرار ولا تريد يعني للديمقراطية والتجربة التونسية النجاح لأنه نعرف أن التجربة التونسية نجاحة يقلق بعض الأطراف الداخلية وخارجيا وبالنسبة لي نحن مؤمنون أنه لا يمكن ألستم أنتم أيضا مسؤولون عنه يعني خلال الفترة الماضية كنتم جزء من الطبقة السياسية الحاكمة التي لم تنجح في تحقيق يعني الكثير من متطلبات الشارع التونسي هناك إجحاف لما نتكلم بهذه الطريقة هناك إجحاف حق من هم اليوم في السلطة يعني أنه نعرف جيدا كانت هناك أولويات أولوياتنا كانت أولها هو الحرب على الإرهاب وما أدرك من حرب على الإرهاب وتدركينها صديقة أنه أول ملف يعني أو أكثر ملف كان يحرى باهتمام التونسيين هو حربنا على الإرهاب والتي نجحنا فيها بنسبة كبيرة وكبيرة جدا اليوم تعافي المؤسسة الأمنية والعسكرية والعمليات الاستباقية التي تقوم بها هذه المؤسسات من خلال حربها ودحرها للإرهاب معناها رجوع التمأنينة والأمن في نفوس المواطن التونسي هذا ليس بالأمر الهيئي وليس بالأمر السهل تدركين أن المحيط القريب والبعيد المحيط خاصة الجيران معناها الجارة ليبيا وما يصير في الجارة ليبيا كل هذا عندها تأثيراتها وكل هذا أثر على الوضع الأمني خاصة في تونس ولكن رغم كل هذا نجحنا معناها بشوت متقدم في القضاء على الإرهاب وكانت هذه أولوية كل التونسيين هذا يعتبر في حد ذاته نجاح ونجاحها يحسب للطبقة الحاكمة قلت لك أن هناك أطراف سواء كانت داخلية أو خارجية لا تشعر بفرح عند نجاح التجربة التونسية كل هذا ساهم صحيح وأيضا هناك أيضا زادة يعني بعض الممكن التونسيين بممارساتهم ساهم ومعوذف الناس على الانتخابات لكن نحن مدر يكون أنه في الانتخابات البلدية سيكون هناك معناه اتصال مباشر بالمواطنين وسنعمل على أن العوذف هذا ما يكونش بنسبة كبيرة وكبيرة يعني خصوصا أن هذه هي الانتخابات الأولى البلدية التي تجرى منذ عام 2010 على ما أعتقد كانت أخر انتخابات بلدية يعني فترة طويلة تم بها انقطاع عن الشارع التونسي على مستوى الانتخابات تحدثت عن نقطة مهمة أريد أن أستفيد منك سريعا في التعليق عليها أن هناك تدخلات خارجية لإفشال هذه الانتخابات ممن هذه التدخلات وهل هي الآن مؤسرة فعلا في الانتخابات ليس لإفشال الانتخابات بل لإفشال المسار لإفشال المسار المسار ككل المسار الديمقراطي ونجاح التجربة التونسية في أن هناك ديمقراطية هناك عمليات انتخابية متواصلة هناك توافق بين الأفداد الذي أدى إلى التوافق على عديد القوانين أعطيكي مثلا أختي اليوم مثلا قانون العنف ضد المرأة الذي صدق عليه مجلس وبالشعب يعني بنسبة كبيرة وبإجماع كبير اليوم يعتبر معناها في حد ذاته هذا إنجاز كبير وكبير جدا يحصد عليه المرأة التونسية في العالم العربي وحتى في العالم الغربي كل هال القوانين يعني لفها نزع معناها ديمقراطية نزع معناها حقوقية بدرجة عالية أقلقت أقلقت بعض الأطراف نعرف أن هناك أطراف لا تريد للتجربة التونسية سواء كان في مصارها البرلماني أو في مصارها السياسي أنها تنجح وهذا مقلق لبعض الأطراف هذا ما قلت لم أقل أن هناك أطراف تفعل إفشال الانتخابات في حد ذاته نعرف أن هناك أحزاب في تونس اليوم غير مستعدة للانتخابات لا تريد أن تمر إلى الانتخابات هذا موجود وهذا شفنا في الفترة الأخيرة بعض التحركات في هذا الاتجاه لأن هناك أحزاب وأطراف سياسية ليست مستعدة للانتخابات أهمها الوحيد هو إفشال هذه المناسبة حتى يستطيع لملمة أو يستطيع يعني إعادة التموضع من جديد طيب لنرى ماذا يعني سيكون جواب سيد فراتي على هذه النقطة تحديدا كل شكر لك سيد حسن العماري عضو مجلس نواب الشعب عن نداء تونس كنت معنا عبر الهاتف إذن إليك سيد فراتي استبعد سيد حسن وجود أي تدخل خارجي في مسار الانتخابات بشكل عام ولكن يعني ربطه بمسار العملية السياسية في تونس بمجملها هل تعتقد أنه سيكون هناك تدخل في هذه الانتخابات على المستوى الخارجي نعم هو عادة التدخل الخارجي الذي شهدناه خلال السنوات الماضية يعني تراوح بين التدخل المباشر التدخل الإعلامي التدخل المالي محاولة تقويت أحزاب على أخرى محاولة التفريق وضرب التوافق إلى غير ذلك من هذه الأسليب التي خبرناها إما عن طريق اختراق المجتمع المدني أو اختراق المجتمع السياسي أو التمويل الخارجي أو التأثير الإعلامي في الحقيقة يعني أعتقد أنه المسار التونسي حصل على نوع من الصلابة أو نوع من الاقتناع الداخلي الذي يحصنه إلى حد ما من هذه التدخلات الخارجية التي في الحقيقة لم تقف لسبب الذي ذكروا الزميل ولكن أيضا لأسباب أخرى عديدة من بينها أن هناك أطراف عربية وحتى موجودة في الغرب ليست مرتاحة لتجربة ديمقراطية حقيقية تقع في دولة عربية في يعني محيط كامل من الفتن والحروب و طيب سيد فراثي يعني دعني أكون معك أكثر وضوحا وصراحة قيل أنه دولة الإمارات العربية المتحدة هي أبرز المنافسين على الانتخابات البلدية في تونس هذا يعني التعبير الذي استخدم كثيرا في الأويناء الأخيرة في الصحافة التونسية المكتوبة والمرئية يعني الحديث عن دور الإمارات سرا أو علنا لم يعد مخفيا على أحد يقال كثير عن هذا الدور ولكن يقال أن المستهدف تحديدا هو حركة المهضة ودورها السياسي في تونس هل أنتم في الحركة مع هذا الاتهام بالحقيقة نحن لا نتهم أحد وليست لدينا معلومات مادية عن تدخل مباشر ولكن التدخل الإماراتي ربما أصبح معروف ومكشوف لا أعتقد أنه سيأتي أي نتيجة بأي نتيجة في هذه الانتخابات أو في أي مصار آخر وحتى إن تواصل فيسيكون مستواه ضعيف نظرا على الأقل لأنه الحزبين الرئيسيين اختار طريق المنافسة وطريق الانتقال الديمقراطي بقية الأحزاب أيضا أغلبها تشارك في دوائر التواجد هناك تحالفات انتخابية ربما تحصل على نسب مهمة في الانتخابات القادمة تبين للناخب التونسي ولمواطن التونسي عموما أن التدخلات الخارجية ليست لفائدة تونس وإنما لعرقلة هذا المصار وللتدخل فيه من أي دولة كانت نحن طبعا نرفضه نمد أيدينا إلى الجميع بما فيها الإمارات وكل الدول الغربية نحن نريد أن نكون أصدقاء للجميع من أجل مصلحة الجميع والاستقرار في المنطقة هذا ما نريده نريد لهذه التجربة أن تنجح وأن تعالج جراحاتها خاصة الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المواطن التونسي اليوم حققنا بشهادة المنظمات العالمية والرأي العالم العالمي وحكومات ومنظمات نسب عالية في حقوق المرأة في حقوق الإنسان في الهيئات الدستورية في الانتقال الديمقراطي دستور الديمقراطي وصادق عليه الشعب التونسي وهو دستور غير موجود في العالم الثالث بتاتا ويعطي الحق في التعبير والتنظم وغيرها من الحريات الأساسية والفردية للمواطن التونسي إذن نحن مفتخرون بهذه التجربة بنسب عالية نحتاج إلى وقت نحتاج إلى صبر نحتاج إلى مساعدة الأصدقاء في جميع أنحاء العالم حتى تقف هذه التجربة على أرض صلبة وهذا ما سنحقيقه إن شاء الله سيد فراتي سنتوقف الآن مع فاصل قصير ونوصل بعده حلقة اليوم من آخر طبعا نتابع بعد الفاصل المشاهدين أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام إلى حلقة آخر طبعا ونجدد ترحيب ضيفنا من العاصمة التونسية سيد محمد فراتي عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسية سيد فراتي اسمح لنا أن نتوقف مع فقرة إقرأ الحدث نتابع مشاهدين العرب اللندنية انتقادات في تونس لتحركات راشد الغنوش الخارجية رفقت مشاركة راشد الغنوش رئيس حركة النهضة للمرة الرابعة في منتدى دافوس العالمي عدة انتقادات إذ اعتبر مراقبون في تونس أثنى تكرار تحركات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خارج البلاد وخوضه في مواقف تونس تجاه القضايا العربية والإقليمية يعدان تشويشا على الدبلوماسيات الرسمية للبلاد فيما أوضح راشد الغنوشي أنه يشارك في المؤتمر بصفته الحزبية وليس كممثل للدولة التونسية الدبلوماسي هو السفير التونسي السابق عبدالله العبيد قال لصحيفة إن مبادئ الدبلوماسيات التونسية لا تمنع أي نشاط سياسي أو مثقف أو منظمات من تمثيل البلاد في محافلة دولية لكن شرط الالتزام بالمواقف الرسمية التي تضعها الدولة وأكد الدبلوماسي السابق أن خطورة تحركات البعض من السياسيين الدبلوماسية سواء تعلق الأمر براشد الغنوشي أو بغيره لا تتمثل في الزيارات المتكررة للبعض من البلدان بل في الكواليس التي ترافق كل تحرك ولا سيما فيما يتعلق بالأطراف والشخصيات التي يتم اللقاء بها وأثرت في السنوات الأخيرة تحركات وزيارات رئيس حركة النهضة إلى العديد من البلدان كتركيا وقطر والجزائر جدلا واسعا في الساحة السياسية التونسية ودفعت بالعديد من المتابعين إلى توصيف زيارات الغنوش الخارجية بالدبلوماسية الموازية في المقابل تعلل قيادات حركة النهضة الإسلامية كثرة جولات رئيسها الخارجية بما سمته الدبلوماسية اندبندنت روبرت فيسك داخل عفرين الضحايا الحقيقيون للغزو التركي هم من اللاجئين والأطفال والنساء حين ذهب طاها مصطفى الخاطر وزوجته أمينة وابنتاه زكية وصفة وابنه سليمان إلى أقاربهم في تلك الليلة في بلدة معطل الصغيرة خلعوا كما هي عادة غالبية العائلات في شرق العوسط أحذيتهم خارج المنزل كانت تلك الأحذية البلاستيكية الرخيصة في مكانها بعد أن أصابت قذيفة تركية منزلهم لكن الجثثة تناثرت وحدها صفة البالغة من العمر تسعة عشر عاما نجت بأعجوبة مع بعض الجراح في يديها لكنها باتت اليوم يتيمة من المفارقات أن عائلة الخاطر لم تكن كردية بل عربية من العائلات النازحة من تلقراح في ريف حلب الشمالي وصل أفراد هذه العائلة حديثا إلى معطلي حتى أن الجيران الكرد الذين تحدثت إليهم لم يكونوا يعرفون أسماءهم أخبرني مدير مستشفى عفرين أنه علي أن أرى الجثثة حين تصل إلى المستشفى وأن أعاين حالة الجرح والدماء تغطي أجسادهم ثم كانت جولة على الناجين من الهجوم التركي على إرهابي عفرين كان بينهم محمد حسين ذو الثمانية والخمسين عاما الذي كاد يقتل حين سقط عليه سقف منزله بعد هجوم جوي وكان هناك أحمد كندي البلغ من العمر ثمانية أعوام والذي أصبته شذية في ظهره يخبرنا أحمد أنه لم يكن هناك في المكان أي مقاتلين من وحدات حماية الشعب ولكن حتى لو كان ثمت مقاتلون هل هذا مبرر؟ سيد فراتي بين الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الشعبية ما الذي يريده حقا راشد الغنوشي في الحقيقة تعليقا بداية على مؤتمر دافوس مؤتمر دافوس هو من استدعى الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ثانيا هناك ممثل للدبلوماسية التونسية هو وزير خارجية الأستاذ خميس جهناوي ثم هذه الدعوة كانت الرابعة ضمن كوكبة من المفكرين والاقتصادين التونسيين يعني تسليط الضوء على وجود راشد الغنوشي فقط في دافوس هو لأسباب سياسية لدى البعض لا أكثر ولا أقل ثانيا هناك توافق وهناك عمل مشترك بين القوى الحزبية والمجتمعية مع الدبلوماسية التونسية لخدمة القضية التونسية ولا أعتقد أن الرجل قام بمجهود خارج هذا الإطار فهو يتحدث عن التجربة التونسية دافع عن التجربة التونسية تقابل مع رجال أعمال وشركات ودعاهم إلى الاستثمار في تونس وهذا مفيد للتجربة التونسية ومساند لمجهود الدبلوماسية التونسية فلا أعرف ما هي حقيقة هذا القلق لدى البعض الذي لا يعني هو في الواقع أيضا يعني هو في الواقع أيضا دعا إلى فتح خط جوي بين بغداد وتونس دعا لفتح قنصلية جديدة بمحافظة أربيل العراقية هذا أثار ردود فعل متبينة في تونس وخصوصا أنه يعني لا يعكس حقيقة التوجه للخارجية التونسية في الحقيقة ربما هذا رأي وليس الدعوة أكثر منها رأي ومحاولة لفهم ما يحدث في العراق أولا أعتقد أنه قال هذه الجمل التالية وهي مفهومة قال أن العراق اليوم يستعيد عافيته تقدم في الحرب على داعش لديه مستقبل اقتصادي مهم سواء كان العراق ككل ولا يعني الشمال العراق تونس لديها علاقات تاريخية مع العراق في كل مرحله لا يمكن أن تبقى تونس بعيدا عن العراق والتعاون الاقتصادي والاستثماري معه هذا ما يجب أن تنتبه إليه الدبلوماسية التونسية ورجال الأعمال والشعب التونسي دافع على وجهة النظر كما دافع على وجهة نظر التعاون مع الدول الأصاعدة الأخرى مثل ماليزيا مثل الصين وغيرها مثل الهند وغيرها من الدول وهذا في الحقيقة لصالح الاقتصاد التونسي ولصالح التجربة التونسية وليس هناك فيه ما يقلق وفي نهاية الأمر القرارات التي تزدر عن الدبلوماسية التونسية وعن رئاسة الجمهورية لا يمكن أن تكون إلا ممثلة للشعب التونسي وليوحدة الشعب التونسي هل يمكن أن نشهد تصريحات مشابهة من السيد الغنوشي تجاه سوريا لسيما في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب نعم أعتقد أنه موقف حركة النهضة في اتجاه القضاء على الإرهاب أينما كان والإرهاب مهما كان مأتاه لا يجب القبول به كما لا يجب القبول أيضا بالاستبداد والديكتاتورية نحن إذن مع حل سياسي للأزمة السورية وندعم كل الحوارات التي تحدث سواء كان في خارج سوريا أو حتى في سوتشي وغيرها وتمثيل المعارضة فيها مهم نعتقد مع المجتمع الدولي أن الوصول إلى حل سياسي يحقن الدماء يحفظ وحدة الشعب السوري ووحدة أراضيه هو الذي يجب أن تنتهي إليه هذه المحادثات ولا يجب أن نصبر أكثر على سيل دماء الأبرياء والأطفال في أي مدينة سورية أتحدث ليس فقط على المستوى السياسي على المستوى الأمني يعني بحسب كثير من الإحصاءات والدراسات وحتى المعلومات الاستخبارية تحديدا أن تونس من البلدان الأولى التي تصدر مقاتلين ومسلحين للقتال في سوريا ألا يوجد مساعي أمنية حقيقية في التعاطي مع هذه النقطة تحديدا بالعكس توجد مساعي كبيرة جدا وهناك تقدم كبير على مستوى الدولة التونسية المخابرات التونسية الداخلية التونسية ووزارة الدفاع اشتغلت كثيرا على هذا الملف وقع تقدم فيها على المستوى الميداني بالقضاء على مجمل خلينا نقول أكثر ما يمكن من الخلايا الإرهابية إلى حد أسبوع سابق أو أكثر قضاء على إرهابيين من الصفوف الأولى في الحدود التونسية هناك مراقبة كبيرة وبالأسماء لدى وزارة الداخلية التونسية لكل الذين تورطوا في القتال في بؤر التوتر ومنها سوريا ومنها مناطق أخرى والسلطات التونسية والمخابرة التونسية تراقبهم وكلما عاد بعضهم أو وقع ترحيل بعضهم إلا ومر على القضاء وتقع محاكمته ومرقبته بشكل مدروس وقانوني أريد أن أستفيد منك في نقطة وهي سبب هذه الموجة إذا قلنا أو ربما هي أقل من موجة ولكن هذه الأعداد الكبيرة من الشباب التونسي التي يمكن أن تلجأ إلى التطرف يمكن أن تلجأ إلى حمل السلاح بين القوصين تحت مسمى الفكر الإسلامي في الحقيقة نحن نفهم هذا النوع من الشباب نفهم هذا التوجه بأنه نتيجة لليأس ونتيجة للسنوات الاستبداد والقحت السياسي والثقافي والحرمان الاقتصادي الذي جعل الشاب التونسي عموما لا يجد نفسه في أرضه لا يجد كرمته لا يجد ما يقنعه في طرح الأحزاب السياسية في طرح المنظمات الثقافية والعملية فإما أن يذهب إلى الإحراف وإما أن يذهب إلى الهجرة السرية وشهدنا عداد كبيرة تلق بأنفسها في البحر بحثا عن الجنة الأوروبية هناك في إيطاليا في غيرها من الدول كما وجدنا أيضا شباب بالمئات وبالألاف انضموا للتنظيمات الإرهابية وهذا كله لا يمكن معالجته إلا بتأسيس مجتمع مستقر ديمقراطي ومزدهر الثورة التونسية حققت الكثير من المطالب التي خرج من أجلها الشباب الآن هناك حرية في العمل السياسي العمل المنظماتي العمل المجتمعي ما زال هناك مصار طويل في عمل التحقيق الكرامة من ناحية توفير الشغل والمشاركة في بناء هذا الوطن من ناحية الاقتصادية نعتقد أن السنوات القادمة ستكون فيها الأمل إلى الشباب التونسي وبالتالي لا يمكن بعد إعادة الأمل أنه يذهب مثل هذه التنظيمات المحارفة أو الإرهابية سيد فراتي باعتبار أنت تحدثت عن تأسيس المجتمع التونسي في الواقع خلال الأيام الماضية هناك خبر انتشر كثيرا أن الأزهر حزف تونس من لائحة الدول الإسلامية احتجاج على تعديلات طرحت في قانون الأحوال الشخصية منها ربما مسألة إلغاء المهور قبلها مسألة التساوي في المواريث بين ذكور والإناص طبعا الأزهر نفى هذا الخبر ونفى أساسا وجود مثل هذه القائمة يعني قائمة لأدول الإسلامية ولكن يعني ما جرى يفتح التساؤل عريضا حول هوية دولة تونس هوية المجتمع التونسي هل تونس دولة علمانية أم دولة إسلامية أتحدث سياسيا ومجتمعيا أولا شكرا لك على ترح هذا السؤال الأزهر فعلا لم يطرح هذه المسألة وكنا كأعلامين على قلونا أعلامي بحثنا عن مصدر لهذا الخبر فلم نجد له أي أثر يبدو أنه خبر مدسوس من أحد الجهات لتوتير الوضع ولجلب رأي العام لقضايا هامشية في الحقيقة أولا تونس تحترم الأزهر كما المؤسسات المصرية والشعب المصري يحترم التجربة التونسية ويحترم تاريخ جامعة الزيتونة ودور تونس التاريخي والحضاري في الأمة العربية والإسلامية تونس طبعا هي دولة إسلامية مدنية تونس ليست دولة علمانية دستورها يؤكد أنها دولة مدنية دولة تحترم القانون تحترم الدستور تحترم حقوق الإنسان وفي نفس الوقت الفصل الأول من الدستور يؤكد أن تونس دولة عربية دينها الإسلام كل الاجتهادات وكل القضايا التي تطرح في المجتمع التونسي ليست هناك أي حاجز أمامها يمكننا أن نطرح كل القضايا بما فيها القضايا التي يراها البعض في المجتمعات العربية قضايا ممنوعة أو قضايا فيها خطوط حمراء ليست لدينا خطوط حمراء نطرح كل القضايا ولكن نصل إلى القوانين وإلى النتائج التي أولا تستجيب للدستور التونسي الذي هو مظلة كل الشعب التونسي ثم تستجيب لهوية الشعب التونسي ولإرادته فلا يمكن اليوم أن نفرض أي قانون أو أي توجه على الشعب التونسي الشعب التونسي اليوم شعب حر يستطيع أن يرفض أي قانون يستطيع أن يرفض أي اقتراحات ولذلك الآن هناك لجنة فيما يتعلق بقضايا المراث وقضايا المهر وقضايا اللقب لجنة هي تدرس بعض القوانين لم تصل إلى نتائج نهائية هناك اعتراض كبير جدا لدى الشارع التونسي يصل إلى النسبة كبيرة لدى النساء والرجال على تغيير نمط المجتمع التونسي ونعتقد أنه في نهاية الأمر إذا كانت هناك قوانين ستمر إلى البرلمان ستطرع على المجتمع ثم ستقع معالجتها بالطريقة المناسبة والتي تستجيب لتموحات الشعب التونسي في التحرر والحرية والديمقراطية جميع فئات الشعب التونسي ترى أن تونس هي دولة عربية ودينها الإسلام هذه الهوية الأساسية لتونس توافق عليها جميع الفئات؟ نعم أولا لأن الدستور التونسي كان نتاج لمصادقة كل الفئات السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين نتذكر أن الدستور التونسي صادق عليه أكثر من مئتين نائب تقريبا من مئتين وسبعتاش النائب وهذا رقم مهم جدا يجب جميعا أن أتذكره الدستور التونسي فيه فصول لا يمكن تعديلها وهي تكشف عن هوية الشعب التونسي وعن رؤاه الثقافية والسياسية الشعب التونسي اليوم هو شعب مسلم بنسبة كبيرة جدا بأغلبية شعب مالكي شعب سني فبالتالي لدينا وحدة ثقافية وحدة مذهبية وحدة دينية نحترم الأقليات لدينا أقليات نحترمهم أقليات دينية أقليات ثقافية حتى أقليات تصل إلى حدود ربما غير مسموح بها في دول أخرى ولكن نحن نتعامل معها بالقانون بالدستور الشعب التونسي حر التونسي يسافرون إلى كل الدول وهم يكونون بهذه التجربة وبهوتها من العربية الإسلامية ويمكن أن أي إنسان أن يذهب إلى المساجد ويرى كيف أنها تغص بالمصلين شبابا وشيبا ونساء الحجاب عاد بعد الثورة إلى تونس بشكل كبير جدا وليس هناك أي فرض لا للحجاب ولا لأي لباس آخر هناك حرية في اللباس هو حرية في المعتقد وهذا هو المطلوب في مجتمع حر وديمقراطي ونعتقد أن نحن نسير في الطريق الصحيح لبناء مجتمع سليم ومعافى ويطمح إلى الاستقرار ويطمح إلى التناسق في أفكاره وفي قوانينه وفي ممارسته لكل شعيره الدينية كل شكر لك سيد محمد فراتي عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسية كنت ضيفنا اليوم في حلقة تأخر طبعة ودائما الشكر الأكبر لكم أنتم مشاهدين الكرام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر